موسيقى الموسيقى هل سوس مفيد للصدر والخرنوب لإستعمال الشرابات معروفين مثل التفاح الفريز التوت تمر هندي كمان كويس وقال الامكان سوس مفيد لإستعمال مواجهة للصدر كما يكون موجود على السفرات باللهديو وفي محافظة إجباري لأن هذا شهر رمضان وشهر رمضان معروف أنه هالمشروبات مشان شهر رمضان وين بتساوي يوم؟ بالمحل هيا رح نشوف سوا فضلي فضلي فلا وصلنا على المحل بتحكيلنا كيف يكون الشغل فضلي مثلا عرق سوس مثل هون الشباب عم يربط خرنوب والشباب عم يربط طول والبقاء الشباب عم يشتغلوا جوا جوا مثلا سحب السوس وهيك شغلات وهي المعلم سعيد مثلا صاحب الشغل هلأ بدك تحكيلنا كيف يتم صناعة الخرنوب من الأول شي لها هلأ لا حتى ينضب الكيس الخرنوب في عنا نوعين في دبس وفي رمضان الدبس خرنوب هذا غير إني للشرب إذا واحد محدوف أو معه التهابات أو شغلات وهذا كتير مفيد كم سنة إليك كنت تشتغل هاي المهنة؟ يعني أنت خريبا شي خمسة أو أربعين سنة هاي أيام رمضان بيكون في زحمة عالشغل هاي؟ لا ما مثل هايكيه رغم أنه زحمة وتعب وشغل بس قديش حلو هاي الحركة؟ ايو والله الحمد لله رب العالمين الحمد لله العامو أنت بخير وشكرا لكم عافي شباب كيلي شوي عن ذكريات رمضان والله كان فيه سهرات حلوة مع الجران مع الناس مع البشار كان فيه محبة وفيه رحمة فيه أخاء فيه كان يعطوا ومسلاً هون يعطي الصحم مثلاً يتبادوا في الأكلات كذا يعني كان الله يرحمه لهديك الأيام كان كلها خير وباركة يعني شعب بعدها كانت اللادية صغيرة ما كانت فيه المستوى يعني يعني كلها عبارة عن ثلاث شوارع شارع هنونو شارع شكل خوطلي شارع البطرني شارع البغداد يعني ما كان فيه طليبك أصلاً ما كان فيه بس المفرق وكلها بساطي كانت تزين هاي الشوارع مع بداية شهر رمضان ايه كانت البلدية زيني حبتو زيني معظم البلدية وفي بعض الشباب وكاني زيني كان فيه خير أكيد يعني كانت بهديك الشوارع مسحراتي ايه كان فيه واحد كان يدق بالطبل سحر أمي نايم ومع شعور بطيام ويات بشكل خاص إلى الطابع على سفرة رمضان أكيد كل سنة هيك بيقولوه وهو برمضان أطيب شير حلو لو سهل فيكم هلأ عم تساوي حلاوة بجبن؟ نحنا بنبلش الصباح بنعمل حلاوة بجبن وفي عندنا وربات وزنود السد تشكيلة حلويات رمضان اللي هي أشاطي يعني مجموعة الأشاطي كيف تطلب عليهم بلدية؟ والله مقبول يعني وكتير بيحبوا أكلات خفيفة وكتير سعرها مقبول يعني شعبية بتحسيها كيف تطلب هاي الأكلة؟ تعلمنا كيف لنا نساوي؟ أكلة خفيفة كتير هذي وتكاليفة قليلة يعني بتتطلب من السميد وسكر ووجبنة وبعدها بنحط لها الأشطاء ونقدمها لزبن قداش علاك بتشتغل في هاي دي المهنة؟ حلا قلنا تقريبا عشر سنين عشر سنين بالله دي حافظت الناس؟ حافظونا وهيك حبينا يعني معاملتنا وصرنا سوى يعني كيف عجئت رمضان قداش حلوة هاي دي العجلة لو إنه فيه تعب وضغط شغل حلا حلوة عجئت رمضان إنه كل سنة بس حلا شوي يعني تختلف عن كل سنة عن سنة إنه الإقبال التكاليف بس مقبولة الحمد لله رب العلم كيف الأجواء هون برمضان بهيدا الشارع؟ هلا نحن بشارع عنطاكيا أول عشر تيام بيفتحوا لوقت اللفطور بيجي كي تاني عشر تيام بيبلشوا بعض اللفطور بيفتحوا العشرة الأخير كمان بيضلوا للسهرانين للتنتين ثلاثة دمتين يعني فيه إقبال كيف سهرات على السحوء على الفطور وعلى السحور ولما؟ هلا بآخر عشر تيام بصير أكيد يعني أكيد بيضل الشارع تليان بالليل يعني بعد الأفطار يعني للسحور تقريباً شو عمد أنه رغم التعب والشغل في دراما رمضان أكيد نتابع شو عم تابع هاي السنة؟ هلا عم تابع شوي ما كتير مسان تون هاي العربشة شوي يعني بس ما بلحة لأنه بترجع مثل ما عمد لك إنه من سلانتينتين بالليل بتأخر بالشغل هل ترجح لدراما بنقل الواقع؟ هلأ هي هنقلون أسلوبون نحن بدنا نتقبلو بس هذا الفيني لك يا يعني أنه حلوة لأنه بدنا شي هيك يفرحنا بدنا شي نحن بس سلسلات أيام زمان أجمل من هلأ أو لا؟ هلأ كل شي أيام زمان حلوة هلأ نحن هلأ هالأكلات لأنها من أيام زمان حلوة كل شي أيام زمان حلوة من حنى الماضي اللي يا رب عليك الأرأة عف وديك أمر دي من حلياً تكون دائماً موجودة برمضان؟ لأنه م lampadina جيدة وكيف أشياء أكل طيبة ماذا تشغل حقاً ؟ أي أشياء أكل الطيبة؟ أشياء أصبحت أشياء أم grey أشياء ما أشياء أشياء سبب أشياءاء أشياء المكروب سلامتك ما تشغل أشياء 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 حقاً؟ لا أشياء أشياء الأشياء من حقاً أشياء الأشياء أمتيني الأشياء تفضل يا روحي شن الأكل الضروري اللازم تكون موجودة دائماً على سفرة رمضان؟ كبنية وفتوش ما فيني بلاها كل يوم ما فيني بلاها كيف تقضي وقتك برمضان؟ اللهم تصلى على نبي في أمن على بكرة بقري قرآن اللي بقال الله بيعني على جزء ايه وتظهر بشوف شغل البيت والعصريات بطبوخ مش حلوة اللبكة الشغل رغم انه ما بنلاحق عشي بس بشوف حالك دائماً انه كتير حلو وقعدت الفطور عبكرة المساء الانتظار كتير حلو ايه والله يلعبين كل سنة تظل بخير يا روحي قلان يعطيك الفاعل الله يعافيه يعطيك العافية معروك رمضان طبعاً معروك حلبي هذا بولد أولي شو الفرق؟ هلله في تشكيلة واسعة يعني وحلو هلله هون بحب المالح أكتر مساء في عندك جبنة عندك جوزين جزبيب عندك شوكلة عندك تمر صادة فيها يبدأ سمسمية بالدبس العنب بأطهر ورتبة يعني كيف التلب على المعروك؟ دائماً لازم يكون في معروك؟ أول عشرة أيام إجباري يعني على المائدة الضرورية بعدين عالم شوي عدتك من حلب؟ من حلب ايه كيف شفت أجواء اللادئيه برمضان؟ جبنا حلب لهون مئة أهلا وسهلا نورتونه شفت الأجواء بشكل عام؟ الحمد لله مليحة الحمد لله رب العالمين أكثر شي حلو هون برمضان؟ أنتو لكي خجلتنا كتير بعد ما عرفنا عمل اللقاء الله سلم ميدة أهلا وسهلا وكل عام أنتو خير الله سلام سلام بيت سلام أهلا وكل عام ما في أجمل منه في العالم كانت الناس تحب بعض الله وكي لك حتى إذا كنت عاملة لئمة أكل راحت فرقية لجيرانك وجيرانك شو عاملين يعطوك كيف كنتو تقضوا الوقت؟ الوقت عادي شغل وصلاة كان في لمات؟ إيه كان في سهرات رمضانية نحبها والله نشتغلها والله كان في زينة بالشوارع اللي كنت انتظر؟ كان في زينة أكثر من هلأ بكتين والله نازل يتسوى وجيب شوية تغراض من شهر رمضان شو أخذتي؟ أو شو رح تاخد؟ رح أخذ معروكة هاي أهم شي هاي العادات والتقاليد برمضان رح ناخد تمر هندي هادون أهم شي وبتعرفي طبخة اليوم شو طبخة اليوم؟ والله هي بدي أعمل شرحات مطفاية صحتين وهنا كيف عم تشوفي أجواء رمضان بلادي هاي السن؟ يعني العالم عم تنزل بتتسوى وبعد الأفطار عم يزور على الكافيتريات عم يقعدوا تمساية حلو هاي اللمات والسهرات رمضان أكيد لك نحن العادات والتقاليد ما فينا بلاها يمكن هلأ ساء الساعة وحدة وشافي هون زحم كتير؟ طبعا هذا السوق رئيسي هون العالم وفيه من كل المحلات موجودة فيها فهون طلباتك بتلاقيها دوما موجودة شاني بيميز رمضان باللادي؟ تبيزنا متل ما شايفين العرق السوس، التمر هندي، المعروك، العصائر على الإيد، البرتقان خلينا ننتقل العادات والتزيين كما بالحارات الشعبية خلينا ننتقل هلأ من الأكل والزيني للدراما، عم تتابع مسلسلات؟ ايه عم تابع، بعد التراويح متابع مسلسل عربجي، ونقطة انتهى وأغمض عينيك هل المسلسلات عم تقدر تنقل الواقع للمشاهد؟ هلأ في منا عم تقدر تنقل الواقع وخصوصا أغمض عينيك فعلا قصة اجتماعية بتلامس القلب وشي بالواقع يعني أنا هيدا المسلسل كتير عجبني هل المسلسلات أجمل مسلسلات أيام زمان؟ هلأ في شي بيحكي من الواقع عم يلامس الشعب السوري وفي شي عم يحكي مثلا من أيام الفرنسيين من لينا منهم صراحة لأنه عم يتكرر نفسه 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 لا خلونا نشي بالواقع يعني نتمنى يكشوف مسلسلات حقيقية بالواقع عم تلامس الشعب السوري